بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة والأخوات طلاب وطالبات توجيهي بالمملكة الودنية الحشمية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله بنواصل حل أسئلة وزارة من سنوات سابقة عن الدروس المشتركة هذا أول حل للدروس المشتركة الدروس المشتركة الستة أنا شرحت فيها درايفيشن الاشتقاق كامل موجود على القناة ضروري 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 جدا إنك أنت أشاهد الفيديو وذاكرت داريس كويس راجع 100% علشان حشتغل عليه وسيلة وزارة الآن من سنوات سابقة نمرة 2 شرحت اللانجويتش فاكشن وظيفة اللغوية وتحرير الأخطاء إن شاء الله بشتغل عليه وسيلة وزارة من سنوات سابقة طيب بالنسبة وأكمل لك باقي الدروس بإذن الله يعني قبل ما نبدأ الفصل الثاني طيب بالنسبة للوحدة الرابعة في الفصل الأول اللي أنا شرحت فيها القطع بتاعت التلاتة أهمية الإنجازات الإسلامية ومدينة مصدر والأب المؤسس للفلاحة أنا وعدتك إنه أشتغل لك عليهم أحل أسئلة وزارة من سنوات سابقة إن شاء الله في الأسبوع القادم بيكون بيانزلوا مياك كل وحدة في فيديو منفصل للتلاتة ثم فيديو رابع لحل أسئلة وزارة من سنوات سابقة عن معاني ومفردات فقط الوحدة الرابعة جميل؟ يعني ما تعتقد إنو أنا ناسك أو وعدتك بشي وما أي حاجة أنا بوعدك بها بوفي لك أنا دغري كده ما بعرف اللي فوق دوران جميل؟ يعني بقول لك حاجة بسوي إياك بسوي إياك الحاجة اللي ما بقدر عليها ما بقدر اشرح إياك بقول لك عليها هذي ما بيجد لها زمن أو أنا مثلاً ما بقدر كده ولكن اللي بقول لك عليها بشرح إياك قلت لك أشرح لك الفصل الأول كامل حيث أنا حشرح لك الفصل أول كامل ثم بعد ذلك نتفق على الفصل الثاني إن شاء الله ونشوف وكذلك حشرح لك الدروسة المشتركة بإذن الله ماشي؟ تمام يعني ما حتحتاج إن شاء الله لا بطاقة ولا خصوصي ولا بطاقة ولا خصوصي ولا أي حاجة ماشي؟ ولا حتى مراكز حتجي بمئتين من مئتين من هذا الغناء ومجانا بإذن الله إن شاء الله لو ربنا مدى في العمر ومدى في الصحة بإذن الله ماشي؟ طيب يلا لاحظ معي بالنسبة للاشتغاق أنا ما عايز أشرح الاشتغاق عايز أتحدث عن أنه الاشتغاق أنا شرحته كامل اللي هو هو أسماء وصفات وظروف وشنون وأفعال يلا لاحظ معي أنت أنشي راجعه اللي هو بالنسبة للأسماء عندها عشرين نهاية وإطناشر موقع احفظ النهايات والمواقع والملاحظات وبالذات الملاحظة الخامسة اللي قلنا فيها حداشر متلازمة يجوز في هذه الحداشر أن نضع اسمين متتاليا وليجوز في غيرهم أهم حاجة جميل اللي هو بعد ذلك شوف نهايات الصفة ومواقع الصفة ماشي؟ نهايات الصفة ومواقع الصفة ونهايات الظرف ومواقع الظرف ونهايات الفعل ومواقع الفعل ماشي؟ الفعل عنده ستة تقريبا ومواقع ستة مواقع والظرف تقريبا عنده سبعة والصفة عندها ثمانية إما الاسم هو الأكثر عنده اتناشر ماشي؟ طيب راجح هذه المواقع والنهايات تماما من خلال الدرس الموجود حاليا في اليتيوب شاهدوا أول لانك لو جيت هنا ما أعرف أفهم حاجة جميل؟ طيب قبل ما أبدأ أنا بشرح صريع جدا كل اللي بنهتم به إنه الفراغ ما قبل الفراغ ما معد الفراغ طيب يلا لاحظ معي قبل ما أنا أبدأ معاك في حيثين عايز أذكرك إياهم إنه إنك إنت مرات لما تحتار ماشي؟ يعني مثلا عندي بنقول شنو؟ لاحظ معاي مثلا اللي هو الـ adjective الصفة لو أنا ما بعرفها هي بيساوي لي؟ رياضيات يعني adverb-ly ماشي؟ لازم تتذكر هذا إنه الصفة بيساوي شنو؟ بيساوي الـ adverb الظرف-ly جميل؟ علشان بعدين أنا لما أجي أقول هذا الكلام يلا لاحظ معي الفعل، الـ verb يساوي الـ adjective بيساوي الصفة ناقص النهاية بتاعته يعني لو يتشابه عليك، ماشي؟ الصفة ناقص النهاية ينطبق على كل الكلمات اللي موجودة عندك باستثناء كلمة سكسسفل باستثناء كلمة باستثناء باستثناء كلمة، ليش؟ علشان لو شلت منها اللي هي تعطيني الباقي ده؟ هذا ليس ليس فعل، وإنما هو اسم دي حال استثناءية بس هذا لأنه الفعل بتاعه سكسيد ماشي هذا الوحيد اللي ما بتنطبق عليه هو هذا الشي ماشي دي انا بقوله عليك مهمة جدا واقع واجعلك ابقى الصفة تساوي الظرف ناقص ال ال وي والفعل يساوي الصفة ناقص النهاية بتاعت الصفة دي واحدة ماشي دي الحايتين اتذكرهم بصورة كويسة طيب ثاني برضو حاجة اللي هو عايز انبهك ليها انت مثلا اللي هو اذا انت مثلا وجدت الخيار بتاعك يعني مثلا وجدت اربع خيارات وانت عايز من الخيارات دي الاسم يعني عرفت هذه صفة واضحة استبعدت وانت عايز اسم يعني واستبعدت الظرف كان واضح واستبعدت الفعل كان واضح فضليك الاسم الاسم مثلا لقيته منتهي مثلا بي تي واي وانت حافظه في النهايات اي تي واي يعني الوزارة غيرت ال اي دي لي اي بالله عليك لا تستطبط مع الخيارات دور عليها ما ما في غيره ما في غيره ما في غيره يعني ما في تاني يعني هي اي تي واي انت حافظه كده والوزارة جايباها اي تي واي وانت استبعدت الثلاثة خيارات ما صحيحين دور عليها لا تضيع الزمن لا تضيع يعني تفكر لا تشكك في الموضوع يعني غد تكون وغد لا تكون وربما في خدع لا في خدع ولا حاجة ماشي حاج من حقوق الوزارة في حرفين اللي هو تي والواي وهي اي تي واي وهنا اي تي واي ابقى دور عليها عادي لانه ما في خيار غيره اصلا وهي صحيحة ويكون هزي الشكليات في الاسم يعني ما اقعلك يعني شنو يعني دار اقول ايش دار اقول انه بعض النهايات غد لا تجد هي نفسها نفسها غد تلاقيها اي تي واي تلاقيها اي تي واي ماشي وهكذا جميل طيب ملاحظة ثانية عايزة انبهك اياها قبل ما نبدأ انه اي كلمة منتهية بال اي دي صفة ما في تصريفات فعال تصريفات الفعل دايما في الاشتغاق يأتي مجردا الفعل يأتي مجردا الفيرب يأتي مجرد مجرد ماشي يعني ما بيجي فيه اي ان دي واذا وجدت اي ان دي فهذا صفة اي دي صفة اي ان دي صفة تبه معا عشان احشتغل سريع مية واحد وخمسين سؤال كثيرة هنا عايزة اشرحها ماشي طيب اللي هو اذا وجدت صفة اي دي هذا الصفة واذا وجدت اي ان دي هذا الصفة لان الفعل يوجد في اختيارات الوزارة يوجد مجرد جميل يبقى لازم تعرف دول انه الظريف الصفة تساوي الظريف ناقص الواي والفعل يساوي الصفة ناقص النهاية بتاعته وما نستعبط في الموضوع بتاع النا لازم النهاية بتاعته تكون متطابقة بعد ما استبعدت الخيارات الخاطئة ماشي وهنا قلنا هذه اللوية ينطبق عليها كل شيء الا الفعل ساكسسفول الا الصفة ساكسسفول لا تنطبق عليها هذا الكلام وقلنا الفعل دايما يكون مجرد اذا وجدت اي دي فهي 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 صفة واذا وجدت اي ان دي فهي صفة واذا وجدت واي ماشي في معظم الكلمات فهي اسم وليست صفة ماشي طيب يلا لغاية هنا لاحظ معي انا مرتب لك الرايفاشن اراحظ معي علشان انه ما حتلاقي اي حد شارحه في اليوتيوب بهذا الشكل انا مرتب لك المية واحد وخمسين باستثناء خمسة جمل الاخيرة اللي وردت في الفين وثلاثة وعشرين اللي يجي لفين وخمسة عشانيش لانه لو قلت ادخلهم انا رتبتم لك حسب المواقع حسب المواقع ليش حسب المواقع? علشان يترسق عندك المفهوم يعني مثلا هو الجمل الاسطينة الوزارة اللي وردت كلها عن الاسم حسب المواقع ثم الجمل التي وردت عن الصفة حسب المواقع ثم كده وقع لك ماشي علشان يسأل عليك فهمه وتلاحظ ان الدرايفيشن حاجة بسيطة ولا يستحق كل هذا التعب والعناء يلا لاحظ معي هنا انا بهتم اي معنى ما ليه وي معنى يعني يعني ما بتحتاج لمعنى الجملة بنسبة 99% بتحتاج الى الفرق وما قبل الفرق طيب يلا لاحظ معي نبدأ نشتغل نمرة واحد عندي هذه زا زا هي موقع من مواقع الاسم لان الاسم الموقع التاني ليه يأتي بعد ادوات التعريف والتنكير وهي ا وان وزا بشرط ان لا يكون بعد الفرق اسم قبل ما اختار اسم اتأكد ما بعد الفرق هنا في اسم لا ما في ابقى انا عايز اسم دي development ده اسم منتهي بمنت وهنا develop هذا فعل ودي منتهي بال هذه الصفة ده صفة وده فعل وده اسم ابقى هذا هو الصحيح معشي عرفته كيف حتى لو ما بعرف معناه ما بعرف كلمة development بس منتهية بمنت فهي اسم جميل طيب نمرة اتنين ماشي انا قلت مرتبهم على حسب المواقع علشان اسأل عليك فهمهم ماشي هذه ورد 2012 انا جايبه لك من 2010 لغاية 2023 من 2010 لغاية 2023 جميل طيب زا زا معناها نضع اسم يلا بشرط ان لا يكون بعد الفرق اسم بعد الفرق في الاي الاي ليست اسم يبقى انا عايز اسم هذا اكسايت هذا فعل دي اكسايت منت دي قلمة منت ده اسم وهنا دي الي هذا ظريف ماشي ابقى انا عايز دي ماشي ابقى عايز اكسايت منت لانه بعد الفرق ما في اسم وهذه الزا موقع اسم نمرة ثلاثة يلا لاحظ معي نمرة ثلاثة هذه زا ماشي انا عايز اسم لاحظ الامثلة 2018 2013 2014 ممكن تلاقي 2016 ممكن تلاقيه ملاخبطي كده لانه انا مرتبهم بناء على شنو على المواقع وليس على السنوات ماشي طيب يلا لاحظ معي اذا ابقى هنا بعد الفرق ما في اسم ابقى عايز اسم اللي هو عندي ماشي دي ستراكشن دي بتنتهي بتى اي او ان دا فيعل وده اسم وهاذي بتنتهي باعي في اي اي ده نحان ماشي ماشي لانا بتنتهي بتي اي او ان هي نهاية من نهايات الاسم ابقى الاي اي 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 ا Erin من نهايات الصفة وهذا فيعل ماشي customer ماشي وهذا فيعل ماشي و هذا فعل ولو عايز اعرفوا فعل كيف احزف نهايات الصفة الاي هتعطيني دي ستراكس البس تبقى ديفير بدي فيرب ماشي دا صحيح نمرة اربعة عنده هذه ذا. ماشي؟ هذه ذا. يلا لحظ معي. عندي ذا. هنا Major Majority. عايز اسم. لأنه بعد الفراغ ما في اسم. لازم أتأكد قبل الفراغ وبعض الفراغ. طيب. عندي هنا Majority ITY. دي من نهايات الاسم. ودي من نهايات الظرف ال وال وال و. و Major هذا صفة وليست فعل. عرفتها كيف أشيل من الظرف ال وي. حتى أعطني Major يبقى دي شنو دي صفة. هذا الصفة. وهذا اسم. وهذا يبقى دي لنا عايزه. ماشي؟ هذا اللي أنا عايزه. طيب نمرة خمسة. نمرة خمسة اللي هو عندك ذلك ذا. ماشي؟ وردت في 2017. بعد الفراغ ما في اسم. ابقى أنا عايز اسم. هذه Sustainable دي صفة تنتهي ب A-B-L-E. دي Sustainability تنتهي ب ITY. وهذا فعل. طيب لو عرفتها كيف فعل. أمشى للصفة أشيل النهاية بتاعتها حتى القاس Sustain. لو شلت النهاية ال حتى القاس Sustain. لأن الفعل يساوي الصفة ناقص النهاية. يبقى أنا عايز دي Sustainability بتنتهي ب ITY. أنا عايز اسم. طيب نمرة ستة. نمرة ستة هذه ذا. ماشي؟ طيب ذا. بعد الفراغ ما في اسم. يبقى عايز اسم. هذه invent. معناها هذا فعل. وهذا T-I-O-N. هذا اللي هو I-O-N أو T-I-O-N هذا اسم. هذه I-V-E دي صفة. هذه I-D دي صفة. هذه الصفة. وهذه الصفة. وال I-V-E صفة. يبقى أنا عايز دي. ماشي؟ وده فعل. ماشي؟ ده فعل invent. ولو جيت شلطة I-V-E أو الشلطة هلاقي شنو؟ هلاقيه وتعطيني الفعل. يبقى ده فعل يساوي الصفة ناقص النهاية بتاعتها. ماشي نمرة سبعة. نمرة سبعة عندي هذه ذا. بعد الفراغ ما في شنو؟ ما في اسم. يبقى عايز اسم. هذه I-D دي صفة. هذه T-I-O-N دي اسم. هذا اسم. هذه I-V-E دي صفة. يبقى عايزة في الوسط دي. معناتها دي صفة ودي صفة. وهذا شنو؟ اسم. ماشي؟ دي ولد في 2019. يعني عائلة دي 2019 وزي 2017. نمرة تمانية. عند هذه ذا. ماشي؟ ذا. يبقى بعد الفراغ في اسم. لا ما في اسم. عايز شنو؟ عايز اسم. produce هزي. هزي شنو؟ هزي فعل. وproductive هزي I-V-E. ماشي؟ اللي هو هزي صفة. وهزي I-O-N دي اسم. ماشي؟ طيب لاحظ معي. دي فعل. فعل ماشي؟ produce. في أفعال اللي هو زي produce. تنتهي بال U-C-E. introduce. دي معناه ينتج. introduce. معناه يقدم. reduce. لاغتك زمان. معناه يقلل. بيتلاحظ D-U-S-E. U-C-E. 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 اللي هو هي أصلا دي production. ودي introduction ودي reduction. ماشي؟ ال-U أصلا الكلمة. يبقى ليست إضافة. فأنا ما بضيفة. لكن انت خد في بالك هذا الكلام. إنه في أفعال تنتهي ب-U-C-E. U-C-E. U-C-E. خدت في بالك كده. ماشي؟ ولكن أنا ما كاتب لك في إضافة الفعال. كاتب لك خمسة فقط. جميل؟ خمسة فقط. لأنه دين فيهم حروف أصلا الكلمة. وليست إضافة. وليست إضافة. طيب ماشي؟ يبقى دا الحال. على كل حال هذه نمرة تسا عديزة. بعد الفراغ ما في شنو ما في اسم. يبقى دي discover. ماشي؟ دي discover. هذا ينتهي بال-AR. هذا يعني كده أقول عنه اسم. هذا ما اسم. هذا discovery حواريك دا ما اسم. ماشي دي discoverable. دي صفة. لاحظ دي صفة. لو شلت able حتعطيني discover دي معناتها دا فعل. دا verb. دا verb. ماشي لو شلت able دي. حتفضلي لأنه الفعل يساوي الصفة ناقص النهاية. يبقى دي بتنتهي بشنو؟ ب-ERY. وانا قبل قلتلك انه انت حافظ I-RY. ماشي؟ يبقى هازي discover دي الصحيحة. دي لانا عايزة. ماشي؟ لا تتوقف. لانه هذا فعل وهازي صفة. يبقى انت عايز اسم علشان ذا. دا من ادوات التعريف. ماشي؟ طيب. يبقى هنا عندنا ذا. بعد الفراغ ما في اسم. عايز الاسم. دا اسم. دا اي في صفة. دا ال صفة. هازي الواي. يبقى عايز هازي اللي هو دي نمره. نمبر اي. ماشي؟ نمره احداشر. هازي زا. ماشي؟ طبعا دي كله مرضه في هزمنا مختلفة. دي واحد وعشرين وهازي اثنين وعشرين وهزين وهكذا. زا. ماشي؟ طيب عايز شنو بعد الفراغ في اوبن. ليست اسم. يبقى عايز اسم. ماشي؟ هذا سيكيور. دا فعل. ماشي؟ دا اي دي. هذا اي دي صفة. الواي صفة. سيكوريتي اي تي واي دا الاسم. يبقى عايز هازي. ماشي؟ طيب. نمره اثناشر. زا. بعد الفراغ في اسم ما في اسم. يبقى عايز اسم. عندي هنا. دي صفة. يبقى لما شيل ال اي دي. معناه هتعطيني دا فيرب. ريكمنديشن تي اي او ان. يبقى هزا لنا عايزه. دي نهاية الاسم. تي اي او ان. دي اي دي صفة. دي لما شيل ال اي دي. هتعطيني دا. دا فعل. لانه الفعل يساوي صفة ناقص ال اي دي. طيب نمره تلتاشر. يلا كده انتهت. انتهت الزا. الارتكل اقوى ان وزا. نشوف ال ا ا اسئلة الوزارة. اللي وردت من الفين و عشرة. وحتى طبعا الفين و عشرة ما تعتقد انه قديم. المنهاي يتغير الفين و خمسطاشر. ولكن الدرس ظل زي ما هو. و انا اي حاجة وردت في الفين قبل قبل الفين و ستاشر. و ما معك في المغرر حزفتيا. كل كلمات هزي معك. كل الكلمات معك. ماشي. علشان لا تعتقد في حاجة قديمة يعني. طيب. نشوف اللي هو هنا عندي. ا ا ا ا موقع من مواقع الاسم اللي هو ارتيكل. اللي هو الموقع التاني من مواقع الاسم. نشوف بعد الاسم ايه بعد الفرق في اسم. ما في اسم. يبقى ربيوت. هذا هذا فعل. هذا هذا اسم. وهذا صفة. يبقى عايز ده. نمره اربعتاشر. هذي ايه. ماشي. طيب كده انا لو قمت اعمالهم هدول بتاعنا. الايه بلوم مختلف ماشي. بلوم مختلف علشان يجعلك المفهوم هزا بصورة كويسة. اه ماشي. طيب. اه مثلا باللون الازرق. جميل. طيب هزي ايه. ماشي. بعد الفرق ما في اسم. ماشي. انا ندور على ربيوتاشن. هزي ايه. بعد الفرق ما في اسم. ايه تي واي. او اي تي واي. ده اسم. ايه بل. هزا شنو؟ صفة. يبقى هزا فعل. انا عايز ده. نمره خمستاشر. ايه. ماشي. اللي هو يبقى ايه. بعد الفرق ما في اسم. يبقى عايز اسم. ربيوتاشن تي اي او ان. ده اسم. يبقى عايز هزي. نمره ستاشر ايه. ماشي. كوميت. كوميت. ده فيا اي دي صفة. هزي كوميت مين. ده اسم اللي انا عايزه. هزا فعل. ماشي. لانه لو شلت ال اي دي. حتى اعطني كوميت هزي. مع تدبيل التي تي دي دبلوها كحاجة شكلية. ماشي. اللي وطعتني كوميت يبقى ده فير. انا عايزه. ورده 2019. سبعتاشر. عندي هزي ايه. بعد الفرق لا يوجد شنو؟ لا يوجد حاجة اصلا. اي بقى عايز اسم. ده اسم. ده صفة. ده فعل. لانه لو شلت اي بقى من هزي حتعطني ده الفيرب. اي بقى عايز دي. ده الصحيحة. هنا ايه. عندي هزي. ده صفة. لو شلت حتعطني ده الفيرب. هزي الصحيحة. دي ولده 2019 وده 2019 في النموذجين. ده المسالين مختلفين بالمناسبة. ماشي هنا زا كامباني وهنا زا تيتشر. مسالين مختلفين. نمرة 19. يلا انتهت الأأ نجل الآن. يبقى اخذنا من نمازج الزا كله. ومن نمازج الزا. اللي هو هم أأ وأن وزا أدوات تعريف. نشوف اللي هو الآن. بعد ما في اسم. يبقى اختار الاسم. نمرة 20. اللي هو آن بعد الفرق ما في اسم. دي شرطة. يبقى invent ده فعل. دي زارف. هذه صفة. هذا تي اي او اين ده الاسم. يبقى دور على دي. ماشي. ولو شلت من الصفة ال اي دي حتعطيني ده الفيرم. ماشي. هنا نشوف الموقع الثاني من مواقع الفعل. من مواقع الاسم. يأتي الاسم بعد صفات الملكية. اللي هو ماي. وهز. ماي. وهز. وهير. ويور. وأور. وزير. اللي هو اسمها صفات الملكية الموقع الرابع. أو الثالث. الموقع الثالث هو الرابع للاسم. يلا نشوف ما هي الصفات الملكية. دي ماي. صفة من صفات الملكية. بعد الفراغ لا يوجد اسم يبقى نضع اسم. ماشي. هزي تنتهي بعيين دي صفة. دي تنتهي بمين ده اللي اسمها اللي أنا بديه ياهو. لو شلت لايين دي حلاقي ده فيرب. ماشي. طيب بعدها. هنا عندي هزي. اتس. ماشي. اتس. اللي هو. اللي هو ماي. وهز. وهير. واتس. وشنون. ويور. وأور. وزير. سبع هم. ماشي. طيب نشوف اللي هو اتس. بعدها ما في. ما في. ما في. ما في اسم. يبقى اتأكد الصفة. وهزي دي بظارف. يبقى في الوسط ده اللي ينتهي بالواي. الاسم ينتهي بالواي. ده اسم. تاريخ. ماشي. هنا عندي كمان برضو اتس. اللي هو وردت هذه في 2017. وهزي في 2016. اتس. بعدها ما في اسم. اتأكد ما بعد الفراغ ما في اسم. يبقى هذا اسم. قومت من دفير. دي صفة. هزي صفة. دي صفة. دي صفة. والإي دي صفة. نهايات الصفة. يبقى أنا عايزي. تلاتة وعشرين. عندي هزي هز. من صفاته الملكية. بعدها ما في. ما في شي. ما في. ما في شي أصلا. طيب اللي هو يانج ويوث. ده. اللي بتنتهي بالتي اتش. ده ده اسم. اللي بتنتهي بالفول دي الصفة. وهزي صفة كمان. دفير ده صفة. يانج صفة. ويوث فول صفة. ويوث هو الاسم. اللي بينتهي بالتي اتش. وانا عطيتك عليه مثال. في شرحة دارس. نمرة خمسة وعشرين. عندي هز. برضو من صفاته الملكية. ما شاء الله. إذا أنا بتحدث الآن كله عن صفاته الملكية. بعد الفراغ ما في اسم. طيب. يبقى هنا ديمونانس. اي ان سي ده اسم. الواي هذا ظريف. اي ان تي ده صفة. اي تي ده فعل. ما شاء. طيب. هزا هو اللي هو دي الآن المطلوبة. هزا المطلوبة. اي ان سي ده الاسم. طيب. عندي هون. زيار. نشوف ما بعد الفراغ اللي هو صفات ملكية. بعد الفراغ ما فيش يبقى عايز اسم. ما شاء. اي زازياس. انا عندي دي. باي اي اي اس ام دي. دي اسم. دي بالل والواي. ده ظريف. بالاي والسي. ده صفة. ده صفة. ده صفة وده ظريف. وده فيرب. ماشي. علشان لو شفت. شلت الاي سي من الصفة. ماشي حلاقية تعطيني ده الفعل. يبقى عايز ده. هل هو هذا الاسم. نمرة سبعة وعشرين. يلا هنا انتهت شنو. انتهت مواقع الاسم. لما ياتي بعد شنو. بعض صفة ملكية. صفة ملكية. صفات الملكية السبعة. طيب نشوف. الاسم يأتي بعض الصفة. بشرط اللي يكون بعد الاسم. صفة الموقع الاول في الاسماء. طيب. كلمة انيرموس. ضخما اللي هو شرحتها. قبيل في شنو في قطعة. ابني بصار. كانت اسيره دخما. طيب. يبقى هنا شوف بعد الفراغ. ما في اسم. يبقى عايز اسم. عندي هنا ديستروي. ديستركتف دي فيا آي في اين. ماشي ده صفة. ودي فيا آي او ان. دي شنو. ده اسم. يبقى هذا ده فعل. ده فيا. ديستروي. ماشي. يبقى عايز ده. ديستركشن فيو آي او ان. ودي لو معرفتها معناها. تنتهي بالاء او يو اس يعني. تنتهي بالاء او اس. لو معرفتها معناها يعني. ودي لو معرفتها معناها تنتهي بالاء. ا relig جصفة. ماشي. طيب بعد الفراغ. ما في اسم. اذا حاجي شنو دي استير. وهنا دي فيا ال what. ده غرف. ماشي. ماشي. ده صفة. ده صفة. ده صفة. وهذا الظرف. وهذا الاسم التادي كارثة. ماشي. وهي التي vra الانه اي ار. وهو من نهايات الاسم ال-E-R ماشي طيب هنا عند غريت معناها عظيمة ورائعة وكده هي صفة ماشي وتعرفها من سنة رابعة ابتدائه يبقى هذا اسم اللي هو ينتهي ب-S و-M ده ال-I وال-C ده صفة ال-L وال-Y ده ظريف يبقى عايز هذا بشرط أن لا يكون بعد الفراغ اسم ماشي جود اللي هو صفة معناها جيد ما في بعد الفراغ اسم يبقى عايز اسم Advice نصيحة هذا ماشي وهذه Advice ده نصيحة ماشي وهي كلمة شازة وال-L-Y ده ظريف يبقى دي دي خلي بالله خلي بالك منها علشان ما بتنطبق عليها شنو ما بتنطبق عليها الاشتقاق اللي هو ال-I وال-S وال-E دي بتاعت الفعل وهذه ال-L وال-Y دي بتاعت شنو الظريف يبقى هي الفي الوسط دي الفي الوسط هزي ماشي ده دي نصيحة ده الاسم ماشي دي نهاية فعل ودي نهاية الظريف طيب يلا نسسري معناها ضروري تنتهي بال-A-R-Y معناها شنو هزي الصفة بعد ما في اسم يبقى عايز اسم ماشي عايز اسم طيب هنا اسم عندي Qualify هذا ينتهي بال-I-F-Y ده verb ماشي ودي بال-E-D دي صفة يبقى عايزها في الوسط اللي ينتهي بال-T-I-O-N هذا Qualification طيب هنا عندي Brilliant اللي هو هي شنو معناها يعني زكي أو نابغة أو كده بعد ما في شنو ما في تنتهي ب-A-N يبقى هي صفة ماشي بعد ما في ما في اسم يلا شوف هزي Mathematician ده علم الرياضيات Mathematical يبقى هزي شنو صفة وهنا Mathematics ماشي ده الرياضيات وهنا L-Y ده الظريف ده الظريف ده ده اسم وهزي اسم يلا لاحظ معي هذا اسم هذا علم الرياضيات وهزي شنو وهزي مادة الرياضيات Mathematics ماشي لاحظ ليها اللي هو Mathematics و Physics وغيرها هزي طيب ابقى أنا بقول شنو She is a brilliant mathematician هي عالمة رياضيات بارعة وليست هي رياضيات بارعة ده مادة ده اسم المادة يبقى هذا يسم وهذا يسم ولكن بختار هذا لأنه أنا عايزة هي هي هزي ماشي ما ممكن أصفها بكلمات مادة الرياضيات وإنما بصفها بكلمات عالمة الرياضيات وكده ماشي نمرة 33 نمرة 33 عندي هنا فل فل معناها كامل أو مملو أو كده صفة هي على كل حال وانت بتعرفها من زمان ماشي طيب عندي عايز شنو عايز 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 اسم لاحظ معي هزي منتهي بال I-V-A ده صفة وهزي منتهي بAble ده صفة ماشي ده صفة وده صفة يبقى هذا ده الاسم وهزا ده ده فيرب يبقى عايز I-O-N S-I-O-N ده اسم أنا عايز هزا طيب significant هزي صفة ماشي عرفتها بايش تنتيب A-N-T ده الصفة حتى لو ما عرفتها المعنى تبعه حتى لو ما عرفتها المعنى بتاعه ماشي طيب عندي هزي عايز شنو بعدها ما في اسم عايز اسم عندي هنا contradict ماشي contradiction contradictory ماشي وعندي هنا contradictory ده ده صفة ماشي وهزا ظرف وهزا فعل وهزا T-I-O-N ده الاسم أنا عايز هزا الاسم اللي هو T-I-O-N هذا الاسم ماشي contradictory معناها متناقض ماشي contradictory متناقض مش معناها منتهب ال-Y معناها اسم لا مش اسم هي لاجتك كتير ماشي اللي هو لاجتك كتير في الوحدة الثانية تقريبا في الفصل الأول طيب نمرة 35 nationalist ماشي هزا صفة تنتهي ب-I-S-T ماشي nationalist ماشي طيب nationalist اللي هو عايز هنا هزي بوتري ده شعر ماشي ودي شاعر ودي صفة منتهية ب-I-S-T ده باستبعدها لكن فضلوا لي شعر ولا شاعر طيب قال عرار عرار شاعر وزوني أردني واز جوردنيان ناشوني الاسم بويت اللي هو شاعر وطني مش شعر وطني ده شعر ماشي يبقى خلي بالك من هزي ماشي خلي بالك من هزي طيب imagination of يلا هنا نبدأ أتاني موقع جديد من مواقع الاسم حتى لا ننشغل في الاسم ميت للصفة والفعل والظرف طيب الاسم هنا عندي off ماشي اللي هو يأتي الاسم بعد حروف الجر حروف الجر in و on و at و off و forum و buy و with و كتبتم إياك كلهم ماشي شرحتوا إياك كلهم في ال-drivation ماشي يبقى off عايز هنا بعد ما في اسم عايز اسم دي create ده verb و دي IVA دي صفة ماشي يبقى the creation فيها T-I-O-N دي الاسم فيها T-I-O-N دي الاسم ماشي طيب يلا لاحظ معي هون عندي برضو هنا off ماشي بعد ما في اسم يبقى هنا satisfied تنتهي بالإيدي دي الصفة واللي بتنتهي بال-Y دي الظرف يبقى اللي بتنتهي ب-T-I-O-N هذا الاسم و أنا نبدي ياهو نمرة 38 تيما أنا بشرح لكم بصورة سريعة لأساس إنو إيش أقدر ألحق المية واحد وخمسين سؤال كاملين ماشي وهو واضح بالنسبة لك يعني عشان أنا مرتب نفس الفهم يعني ماشي يعني دير كلهم off أنا وارتبهم كده علشان يكونوا سهلين طيب هنا عندي مثلا اللي هو off هذي ماشي اللي هو حرفي جر كذلك نجي نختار اللي هو هنا دي recommend هذا فعل ماشي دي فيها E-D دي صفة دي فيها A-N-D دي صفة دي فيها T-I-O-N دي اسم هذا لأنا عايزه ماشي ولو شويت E-D حتعطيني هذا فعل عرفتوا كيف عرفتوا بين واشيل E-D من هناك طيب هان عندي four ماشي four حرفي جر بعد ما في اسم يبقى عايز اسم ماشي هذا بنتهي بالA-T A-T-E ده فعل وهذه B-I-O-N ده اسم لأنا عايزه دي بأيدي دي صفة W-L-Y ده ظارف يبقى عايز هذا ماشي طيب نمره 40 يلا لاحظ معي انتو هزي حرف جر برضو proposition بعد الفراغ ما في اسم طيب هنا هزي A-T-Y ده اسم اللي أنا عايزه A-T-E ده ده صفة A-T-E ده فعل A-D ده صفة يبقى أنا عايز هزي بعد priorities طيب يلا لاحظ معي هنا نجل لموقع ثاني من مواقع الاسم موقع آخر من مواقع الاسم ما هي مواقع الاسم الأخرى اللي هو يأتي الاسم بعد الفعل كمفعول به يعني فاعل وفعل ومفعول به انت بتعرف الفاعل والمفعول به لازم إما يكون اسم وإما يكون ضمير ماشي هنا عايز كيف طيب هنا بعد يبقى ده ده الفاعل شد ما محسوبة هذي منتهي بال اس انت لو ما عارف معناها على كل حال دي من نهاية من نهاية الفعل يبقى بعد الفاعل والفعل يأتي المفعول به طيب وين المفعول به ده هو ده هو لنا عايزه بس هذي ما لا صفة منتهبة اي دي وهذي صفة وهذا فعل لانه لو شلت ال اي دي حيعطيني هذا الفير يبقى انا عايز ماشي يبقى هنا ده الموقع يقع الاسم مواقع الاسم تغريبا التامنة والتاسع الموقع التامنة والتاسع حاجة زي كده يعني ارجع للدرس بتلقاه يقع الاسم بعد الفعل كمفعول به ماشي طيب يلا لاحظ معاي هنا نيد يبقى هذي شنو هذي عرفت به هذي نيد اللي هو فعل معناة فاعل وهذا فعل ومفعول به يلا عايز اسم ماشي لا بعد الفراغ ما في اسم اللي هو اول حاجة تنتهي بي ي اللي بتنتهي ب ENT صفة بنتهي بالCY اعطيتك عليها نمازج في الدار السنك طيب عندي هنا كذلك نيد اللي هو برضه فعل يحتاج ده كله فاعل اللي هو أخطاء عديدة في التغرير أخطاء عديدة في التغرير كل هذا يعتبر فاعل ده فعل عايز مفعول به بعد الفرق ما فيه يعني بعد الفعل يأتي الاسم هذه الصفة ماشي وهذا الاسم اللي أنا عايزه وهذه الصفة ب-I-V-E وهذه الواي ده ظريف يبقى عايز هذه ماشي طيب نمره 44 موقع تاني لمواقع الاسم يأتي الاسم في بداية الجملة كفاعل كفاعل يأتي بعد الفعل كمفعول به ويأتي قبل الفعل قبل الفعل كفاعل يأتي بعد الفعل كمفعول به وقبل الفعل كفاعل ماشي قبل الفعل كفاعل ده الفعل ماشي أنا عايزه في البداية كفاعل ماشي immunize immunization ده أنا عايزه ماشي ده ED ماشي وده كمان برضو دي الصفة دي صفة برضو خلي بالك منا ماشي دي صفة معناها مناعي immune system الدهاز المناعي ماشي اللي هو قابلتك في الوحدة التانية تغريباً أنا عايز الفي الوسط ده عايز اسم طيب هذا موقع من مواقع الاسم يأتي الاسم بعد اسماء الاشارة ماشي والهي زيس وزات وزوس وزيس يبقى هزي زات اسم من اسماء الاشارة ابحث عن الفعل اللي هو هذا هو الفعل بانتهي بـ T-I-O-N هذا الفعل هذا صفة وهذا ذيرب ماشي طيب هنا عندي ده موقع من مواقع الفعل كمان مواقع الاسم طبعاً ده مواقع الاسم أنا بتحدث عن الاسم يأتي الاسم بعد شنو بعد اسماء الاشارة هنا قلتها وهنا يأتي الاسم بعد الجرانت بعد الجرانت ما هو الجرانت الجرانت هو فعل فيه I-N-D غير مسبوك بـ I-N-D غير مسبوك بـ I-S-W-A-M وواز وويرو كده يبقى هزي ايش teaching ده جرانت يأتي بعده اسم ماشي طيب linguistics وهنا linguistically اللي هو هزي منتهي بـ L-Y ماشي ده ظريف وهزي منتهي بشنو بـ I-C ده صفة طيب هزي linguistics linguistics هزي ده ده فيرب لأنه لو شلت الـ I-C هناك ها يقول ليه ها يعطيني فيرب بقى هذا linguistics اللي هو علم الآداب ماشي علم الآداب يبقى هزي هي ده ده اللي أنا عايزه ماشي ده ظريف وهزي شنو صفة ده نهاية الصفة وده نهاية الظريف لما شل نهاية الصفة تعطيني ده فعل ماشي ويبقى هزي شنو linguistics دهك وهزي هزي لو linguistics ده أنا عايزه ماشي هل هو دراسة او تدريس الآداب يلا هنا لاحظ معي studying the gerund ماشي بعد الجرند يأتي فيربي في YNG ماشي طيب يلا لاحظ معي هنا معناه عند شنو economics economical ده فيها AL ده صفة ده فيها الي ده ظريف ماشي لو شلت ال-AL تغطيبا تعطيني شنو economic هذا يقتصد أو حاجة زي كده يبقى هزي ده economics دي لنا عايزه يلا لاحظ معي لحاجات معينة لهذا لاحظ معي لlanguistics economics economics mathematics physics physics economics اسماء المواد في كمية كبيرة منها بتنتهي بال-C وال-S ماشي أنا ما كتبت عليك مع النهايات قلت في نهاية بتاع C و S هزي اسماء مواد انت بتكون حافظة وعرفة أصلا ماشي بتكون حافظة وعرفة هنا دي دراسة دراسة الاقتصاب وهنا تدريس الآداب دي اسماء مواد linguistics economics mathematics physics physics ماشي هذي كلها تنتهي بال-C وال-S اسماء المواد ماشي فهي اسماء يلا لاحظ معي هنا لهذي لاحظ معي لنا خطي لك عليهم هنا علامات دي دولة التلاة دول التلاة دول هي من الحالات الاستثنائية بتاعته الاسماء الـ 11 البيجوز فيها وضع اسمين متتاليين لأنهم متلازمات وكتبتم الحداشر قلت 4 في الفصل أول وأربع في الفصل الثاني أربع في الفصل اول أربع في الفصل الثاني وتغريبا ثلاثة كانوا جوا فيها سلط وزارة من سنوات السابقة جمعتم إياك الحداشر وترجمتم إياك وشرحتم في الدرس قلت دول يقوم يكون بعدهم شنو اللي هو ممكن يكون اسمين متتاليين دي هنا language ده اسم لأنها هي مترادفة أحفظها كمترادفات اللي هو language profession c اللي هو طلاغة اللغة وفصحة اللغة أو حاجة زي كده ماشي هذي ده الصفة ماشي وهذي الواي ده الظرف هذي اسم يأتي بعد اسم لأن هذي مترادفة مترادفة ماشي من المترادفات من المترادفات الحداشر ماشي طيب هنا لاحص معي عندي ده موقع بتاع شنو بتاع اسم أجي بعد الفرق حلاقي اسم أقول ما بضع اسم لا تضع اسم لأن هذي مترادفة مترادفة ماشي اللي هو اسمها appreciation letter خطاب خطاب تقدير ماشي appreciation letter ده فعل وهذا شنو الظرف أنا عايز اسم appreciation letter ده مترادفة من الحداشر مترادفات الآن أنا ذكرتم إياك في الدرس اللي هو في شرح الدرس ماشي هذي the blood معناها دم اسم ماشي وتلاقي بعد الفرق في problems اسم وبرضو ححتاج لاسم لأنها هذي مترادفة مترادفة ماشي من المترادفات الحداشر اللي هي blood circulation الدور الدموية الدور الدموية وخطاب تقدير و وفصاعة وطلاقة اللغة ماشي هذول من الحداشر علشان كده نعملت لك عليهم نجوم هنا انه دول حالات استثنائية اللي هو على حالات الاسم جميل طيب يلا لاحص معي بعد ذاك اللي هو عندي هنا brains يلا نجي بعد ذاك نبدأ للصفة نشتغل دا كله كان عن الاسم كله كان عن الاسم يلا نبدأ نشتغل كده على الصفة ماشي نشوف على الصفة طيب على الصفة يلا لاحص معي عندي brains بعد الفرق يوجد شنو يوجد اسم يلا لاحص معي أنا كيف أعرف بعد الفرق اسم كلنا بتلاتة حاجات إما باس لأنه الصفات والظروف ودلا تجمع اللي تجمع فقط الأسماء اللي هودي فيها اس لو ما عرفت معناها أو يكون جرانت ذير بفيه اي ان دي غير غير مسبوك باس وام وار وواز ووار عشان ما يكون كنتينيوس يعني هذا إما يكون فيه اس وإما يكون جرانت وإما يكون اسم مشتغ منتهي بنهاية الأسماء يعني تعرف إما بالنهاية بتاعته إذا كانت من نهاية الأسماء أو تعرف إذا كان منتهي اس لأنه الاس لا تلحق أو تعرف إذا كان منتهي بالـ S وإذا كان جرانت إما كان جرانت أو ينتهي بنهاية الأسماء أو يكون فيه S يلا جميل، ابقى نختار الصفة اختار الصفة، الصفة هي ديل فيها AL ده الظريف، ماشي، وهذا اسم اللي هو ماسيماتيكس، مادة الرياضيات قبل شوية تحدثت عليها ماشي ماسيماتيكس وفيزيكس وماسيماتيكس وفيزيكس وليغوستيكس ماشي، هدول لازم تكون أنك تعرفه وإكوناميكس، الأربعة أسماء موان يلا هنا لاحظ معي هذا جرانت thinking، جرانت، يبقى اسم، معناته قبله حتأتي شنو؟ حتأتي صفة، اللي هو حقول شنو؟ اللي هو، وين هي؟ عندك كريايتف وكريايت، ده فعل وده فيه ION، يبقى أنا عايزي كريايتف ثنتين، اللي هو كريايتف ثنتين، التفكير الإبداعي تفكير الإبداعي، ده اسم، ماشي يبقى يتأتي قبله صفة يلا هنا فود، هذا اسم، يأتي قبله شنو؟ صفة ماشي، وين الصفة، اللي هو نيتريشانس، نيتريشوس اللي هو الفي أو يو اس دي الصفة ده اسم، وده اسم، ماشي ده فيه اس اسم، وده اسم ماشي، نيتريشانس طيب، عندي هون اللي هو دي بارتنرشيب لاحظ معي، دي عرفتها بالاس، وهذه عرفتها لأنها جرت، وهذه عرفتها لأنها بنهاية الاسم نكتشف الاسم بثلاثة أشياء، إذا كان ينتهي بالاس، وإذا كان جرت، وإذا كان من نهاية الأسماء يبقى عايز صفة قبله، ساكسسفول، هذا الصحيحة، ماشي، اللي هو هذا فعل، ماشي، ده فيرب، ساكسيت، حكيت عنه قبل، وده الواي ده ظرف، وهذا ده اسم ساكسس، اللي هو نجاح ماشي، طيب، هنا عندي ده اندستري، اللي هو هذا شنو، تنتهي بالواي صناعة، صناعة من نهاية الأسماء، يبقى عايز صفة، ده فعل، ماشي، وهذا اسم، وهذا الظرف، وهذه آي سي دي الصفة، يبقى عايز هذا الصفة لأنه الصفة تصبق الإسم، ماشي، طيب، نشوف ستة وخمسة دي كومنت، لو ما عارف معناها، عايليها بتنتهي بالاس، فهي اسم، الاسم تجي قبله الصفة، هذا فعل، ماشي، وهذا صفة، وهذه الواي ظرف، وهذه آي تي إي اسم، يبقى هذا أنا عايز الصفة، لأنه تصبق الإسم، عرفته بالاس لو ما عارف معناه، لأن الإس لا تلحق إلا الأسماء، طيب، امبورتنت هاذ صفة، يلا لاحظ لها، هاذ صفة، ماشي، من المفترض يبعد اسم، لكن بعد الفراغ في اسم، يبقى لازم أضع صفة وليس اسم، إذا كانوا، إذا كان بعد الفراغ اسم، باستثناءا 11 حالة، باستثناء 11 حالة، الباقي إذا كان بعد الفراغ اسم، نضع صفة، يمكن أن تأتي الصفتين متتاليتين ولكن لا يمكن أن يأتي اسمين متتاليتين إلا في الحالة الحداشر حالة اللي أنا قلت عليهم استثناء ابقى هنا حاختار الصفة دي history ده تاريخ دي مادة ماشي دي بالال دي الصفة ودي بالالواي دي هذه اللي أنا عايزة ماشي ماشي ابقى شنو important historical sites مواقع تاريخية مهمة مواقع تاريخية مهمة great هذه الصفة ماشي ولكن يوجد بعد بيوتي اسم اللي هو دي جمال جمال ماشي دي مواقع دي مواقع sites معناها مواقع دي جمال جمال ودي صفة من المفترض أنا بعد أضع اسم ولكن في اسم ما افترق أضع اسم يبقى أضع صفة اللي هو دي natural دي تنتهي بـ al ده ظرف ودي شنو ودي طبيعة اللي هو دي اسم nature طبيعة طيب هنا عندي دي صفة serious تنتهي بـ i-o-us من المفترض أضع اسم ولكن توجد بعد كلمة problems اسم يبقى ما بيزبط أضع اسم لازم أختار صفة ماشي يبقى الصفة هنا وين economy اللي بتنتهي بـ i-c-d دي صحيحة ماشي دي صارف وهذا i-z-e دي فعل يبقى هازي صحيحة نمر 60 عندي important هذا مهم ماشي اللي هو دي صفة من المفترض أضع اسم لا ما بيزبط لأنه هنا في اسم sites يبقى أختار صفة يجو صفتين متثاليتين أفضل يبقى عندي هنا اللي هو دي شنو archerological دي عالم آسار ماشي دي شنو دي اسم archerological اللي هو دي الصح دي الصحيحة ماشي وين archerological d-by-ly دي صارف يبقى دي الصحيحة يبقى important archerological sites مواقع أثرية مهمة ماشي يلا لاحظ هنا دي زا موقع اسم من المفترض أضع اسم لكن يوجد system بعد الفراغ دي اسم يبقى ما في طريقة أضع اسمين متثاليين إذا نختار صفة طيب صفة دي education دي اسم دي educational دي الصفة تنتهي ب al الصحيحة دي educate دي فعل يبقى هذه الصحيحة في الوسط ماشي من المفترض أضع اسم هنا ولكن شنو ولكن وجود اسم بيمنعك هيرا دي زا من المفترض أضع اسم لكن يوجد بعد الفراغ كلمة work دي اسم يبقى ما في طريقة أضع اسمين متثاليين إذا أضع صفة اللي هو ال-be-ed دي الصفة دي اسم وده شنو دي الصفة وده الفعل دي فير ماشي طيب عندي هنا من المفترض أضع اسم ولكن يوجد هنا اسم جنرس صحفي ينتهي ب دي صحفي دي اسم يبقى أختار الصفة اللي هو وقالفايدل ينتهي ب ماشي لأنه هذا اسم وهذا فعل ماشي يبقى لو ما كان في الاسم كان هضع اسم بعد الأأو والآن وزأت وجد اسماء ولكن إذا وجدت اسماء لا نضع اسماء الأأهرة وهنا يوجد شنو جرناليست اللي هو صحفي ماشي فبالتالي برضو اختار شنو الصفة اللي هو هنا عندي صفة وعندي هذا الصفة طبعا دي اسم وهذا فعل يلا اختار وينه هنا في الحالة دي في الحالة دي يلا لاحظ معي اعطيك ملاحظة الصفات التي فيها تنتهي بإيدي تستخدم للعاقل وصفات التي فيها تستخدم لغير العاقل يعني وانترستنج مهتم بقول علي مهتم وانترستنج بقول مثلا المكان ممتع ماشي اللي هو يبقى الصفة لفي اي اندي لغير العاقل وصفة لفي اي دي للعاقل يلا هازي بيقول شنو انا عايز اتحدث عن جرناليست جرناليست صحفي يبقى حاجول شنو صحفي مؤهل ماشي بقول صحفي مؤهل لانه بالآية هنجي دي تستخدم لغير العاقل الصحفي عاقل ماشي وانت بتتحدث عن احمد في الاساس يعني تتحدث عن احمد في بداية الجملة لاحظ له طيب يلا لاحظ معي هنا عندي ايه من المفترض اكتب اسم ولكن يوجد اوفن اوفن اللي هو فرن ماشي من فرن الفرن اسم يبقى ما في طريقة اضع اسم لازم اضع صفة ده فعل ماشي ودي فيها ال دي الان عايزة وهزي الواي وهزي اي تي ده الظريف وهزي اسم ماشي يبقى عايز نمبر بي طيب ستة وستين عندي هنا ان ماشي منفترض اضع اسم ولكن هنا في كلمة مانر مانر ماشي مانر اللي هو هذا شنو هذا اسم فبالتالي شنو لو معرفت معناه ينتهب ال اي ار طيب اختار صفة ماشي الصفة وهنا هذا فعل وهذا فيه اي ا 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 ماشي؟ N N مفترضة ضع بعد اسم لكن يوجد D-C اللي هو مرض هذا اسم فبالتالي اكتب شنو اكتب صفة اللي بتنتهي بال-O-U-S دي الصفة ده فعل وهذا فيه L-Y ده ظرف ماشي؟ 68 طيب هزي N من المفترض حرف جري يقع بعد اسم لكن يوجد شنو communication ده اسم فبالتالي ما بختار اسم اختار صفة اللي هو اختار natural اللي فيها EL دي الصفة لانه ده شنو اسم وهذا شنو ظرف ماشي؟ نمرة 69 about اللي هي هزي شنو اباوت هزي حرف جري من المفترض اضع اسم لكن يوجد people بعد الفرق اسم فما بيثبت اسم لازم اضع شنو صفة اللي هو successful اللي بتنتهي بفل لانه هذا verb وهذا شنو ظرف ماشي؟ طيب هنا عندي اباوت من المفترض اضع اسم ولكن بعدها يوجد changes تغيرات اللي هو فيها معناته ده اسم اضع صفة يبقى هذا ظرف وهزي شنو الary ده صفة والise ده فعل والist ده اسم يبقى اختار هزي ماشي؟ طيب الary هنا عندي هر اللي هو هزا صفة ملكية من المفترض دي يبقى اسم ولكن ما في طريقة لانه في work هنا في اسم ما ممكن اضبل اسمين ماشي؟ فبالتالي يختار creative اللي فيها ive ده نهاية الصفة يبقى هذا verb وهزا ly ظرف يبقى اختاره في الوسط دي قال له اسم ده ما نعني من النوع اختار اسم هنا عنديه many مغويات الكمية ماشي؟ او محددات الكمية مفترضية بعد اسم ولكن هنا عندي goals اهداف ماشي؟ فيها اس يبقى ما في طريقة اكتب اسم اكتب صفة اللي هو اللي بتنتهي بable دي هذا الصحيحة لانه هذا اصلا اسم وهذا فعل ماشي؟ طيب عندي هنا the most ماشي؟ اللي هو لو عينتليها من هذا الجانب تحتاج صفة ولو عينتليه هذا من هذا الجانب اسم يحتاج صفة يبقى في كل الاحوال لو عينتليه كده وكده بتزبط معك الصفة يبقى اعمل شنو؟ اختار هذه اللي هو influential اللي هو influential اللي هو هذا اللي بتنتهي ب-al لانه هذا اسم اللي هو ينتهي ب-ence وهذا ظرف ماشي؟ هنا عندي the most لو عينتليه كده حيحتاج لصفة لانه الصفة تجع بعزموس في التفضيل وتجع بالزان ومور وكده في المغارنة ماشي؟ من مواقع الصفة هزي هنا عندي ولو عينتليها من المكان هذا conference مؤتمر ده اسم يحتاج لصفة ودي مغوي الصفة يحتاج لصفة يبقى في كل الاحوال نعاي الصفة ماشي؟ هنا عندي دي دي الصفة اللي هو successful هزي الصفة ماشي success هزي لا ده فعل ده وده شنو ده ناون ماشي؟ قلت خلي بالك من الصفة دي بالزان طيب هنا دي مور وزان اللي هو في المغارنة نستخدم صفة بين مور وزان وليس وزان ماشي؟ طيب يبقى هنا نختار ده شنو ده فعل هنا ده اسم ماشي؟ وهزي ده الصفة ماشي؟ وده ظريف نختار هذا اللي هو دومينانت وهزي موجودة في الفصلة الثاني عشان ما تشوف الكلمات غريبة عليك ده موجودة في الفصلة الثاني في وحدين إنك انت ما لحقتم لسه طيب هشوف هنا مور ماشي؟ مور اللي هو من مغويات الصفة اللي هو بده صفة تحتاج لشنو اللي هو access accessibility اللي هو accessible هذه ده صحيحة اللي هو اللي بتنتهي ب A-B-L-E وD-I-B-L-E لا تستعبط في اللي هو لازم يكون عادي ماشي بمشيها عادي ماشي؟ العادي اللي هو هذه صحيحة تنتهي بنهاية اسم وهذا هذا يعتبر اسم وهذا كده أنا عايز الصفة دي على كل حال ماشي؟ طيب هنا عندي is دي من شنو من مواقع الصفة اللي هو تقع بعد الفعل ب الصفة وين هنا available الصحيحة ماشي؟ ده ظريف وده شنو ده اسم ده الصحيحة طيب هنا عندي 78 is اللي هو بعد فعل B تأتي الصفة اللي هو beneficial هذه هي الصحيحة لا ده ظريف وهذا شنو benefit اللي هو ده لو أخذت ربما يكون شنو هو حاجة تانية وليس صفة ده الصفة B A L هنا عندي S بعد B ماشي؟ بالتالي برضو شنو إنه عايز شنو عايز صفة ده ال B D ده الصفة ده اسم وهذا شنو فعل هذا فعل في الأول والتاني اسم طيب عندي هنا ده R ده ماشي من في ولا مسبة مش مهم المهم إنه أنا عايز شنو اللي بتنتهي ب A من فيه ولا غير من فيه أنا عايز صفة اللي هو هذه الصفة اللي بتنتهي ب A لأنه ده اسم بنتهي ب OR وهذا اسم وهذا فعل بنتهي ب AT طيب عندي هنا B شخصيا ماشي بعد برضو بيقع شنو بيقع في صفة ماشي الو B ومشتقاتها اللي هو حاختر شنو immunize اللي ده اسم ماشي طيب 83 عندي R اللي هو هذه بي ماشي إذن عايز صفة اللي هو هذا الصحيح لأنه هذا اسم وهذا فعل وهذا شنو وهذا اسم طيب بعد اللي هو مغويات الكلمة وغير و كل دي مغويات كلمة يأتي بعدها صفة وين الصفة اختار دي فيها IVE لأن من نهايات الصفة ده فعل وده شنو وده وده اسم طيب بعدها Will من مغويات الكلمة اللي ذكرتها في الدرس اللي هو وشرحتها بالتفصيل اللي هنا اختار دي ولي فايد علشان تنتهي بإيدي ماشي هي دي الصفة ده فعل وده اسم ماشي هنا عندي من مغويات الكلمة بحتاج لشنو بحتاج للصفة طيب وين الصفة هنا competent اللي بتنتهي ب ENT دي صفة ده ظريف وهذا اسم ماشي طيب هنا من مغويات الكلمة تأتي بعضها صفة يبقى الصفة وين اللي هو qualified وهذا ده ظريف وهذا فعل وهذا اسم دي هي بلتكتاب اي دي ماشي طيب هنا عندي اللي دي من مغويات الصفة ماشي ولو عين تليه من هنا تحتاج صفة ولو عين تليه من هنا تحتاج صفة لأنه ده اسم يحتاج قبله صفة يبقى من كل النواح تحتاج صفة وين الصفة اللي هو ريلا بول هذه هي الصفة ماشي دي الصحيحة ده ظريف وهذا اسم وهذا فعل قويت هذه معناته فعلا أو تماما أو من من مغويات الكلمة زي وزي وغير من مغويات الكلمة تحتاج لصفة يبقى الصفة وين الصفة اللي هي دي ماشي اللي اللي بتنتهي ب A B L A ده بنتهي ده اسم وهذا شنو E R اسم وهذا فعل ماشي طيب هاي اللي اللي هو هذا شنو ظرف بعد الظرف تأتي صفة من مواقع الصفة إنها تأتي بعد الظرف يلا وين الظرف هنا بوين الصفة هي دي الصفة اللي بتنتهي ب I V E هذا verb وهذا اسم ماشي بعد الظرف تأتي صفة وليست اسم وليست فعل بعد الظرف و لو نظرت له من هنا بتحتاج الاسم لصفة ولو نظرت له للظرف من هنا الظرف يأتي بعضه صفة يبقى في كل الأحوال عايز الصفة اللي هو هز الصفة اللي بتنتهي ب A B L A ماشي هذا اسم وهذا شنو وهذا الظرف وهذا فعل ماشي طيب طيب عندنا نمر 92 و هزا ظرف ماشي بعد الظرف تأتي الصفة ماشي وين الصفة اللي هو هنا الصفة دي I S دي وهنا Fertilizer Fertilization و Fertile Fertile دي معنى هذي دي الخاصبة ماشي دي خاصبة اللي هو خاصبة بما فيه الكفاية اللي هو هذه خاصبة ماشي وهي حالة استثنائية ركز عليها ماشي لأنه ده فعل وده اسم وده اسم وهذه هي الصفة انتبه لهذه ماشي انتبه لهذه علشان ما تنطبق عليها نهايات الصفة ماشي طيب يلا نشوف من مواقع الظرف انتهت الصفة نشوف الظرف كده يلا نشوف الظرف لاحظ معاي بالنسبة للظرف اول حاجة الظرف يقع في بداية الجملة بشرط ان تأتي بعده فاصلة لو ما في فاصلة دي باخد اسم اما هنا في فاصلة يأتي ظرف يلا طوالي الظرف الي يعني ما بك دور عليه كثير يعني ماشي الظرف الي يعني طوالي شوف الظرف موقع الظرف شوف الي وانس باقي الخيارات ماشي طيب هنا في بداية الجملة بشرط ان يأتي بعده فاصلة الظرف وين هو هذا الظرف ماشي طيب هنا بعده في وسط الجملة بشرط ان يأتي بين علامتي المساعد والفعل الرئيسي ماشي بين الفعل المساعد واز وبين الفعل الرئيسي دراون اللي هو دي الفيربي سريب تا درو ماشي بيأتي الظرف في الوسط اللي هو هو دا ماشي طيب الظرف يأتي يقول بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي بريبير دا اللي هو بريبير مجاي من بريبير يبقى هنا اكتبه artificial يأتي الظرف نفس الموقع أنا أتحدث عنه بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي ودية من كلمة grow ماشي فبالتالي أختار هذا في الوسطة يأتي الظرف بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي يبقى أختار يأتي الظرف بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي ده كله موقع واحد يبقى أختار فيها الي ماشي دي كله يأتي بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي وغالبا ما يكون في صغة المبني للمجهول المبني للمجهول اللي هو r-verb-3 r-verb-3 has-verb-3 ده صغة ده present perfect ماشي بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي هنا has been كده هذا بين بينهم الاثنين ماشي اللي هو هذا passive voice بالنسبة لل present perfect وهكذا يأتي بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي طيب ثاني هنا برضو كمان بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي يأتي ظرف اللي هو وينه successfully ماشي هنا بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي يأتي ظرف اللي هو هنا successfully ماشي هنا بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي يأتي ظرف وين اللي هو artificially بال-L وال-Y يلا هنا نشوف بين الفاعل والفعل الرئيسي بين الفعل المساعد والرئيسي يأتي ظرف والفاعل بين الفاعل والفعل الرئيسي يأتي ظرف ماشي ده الفاعل دكتورس ده الفعل الرئيسي يأتي ظرف ماشي ده الفاعل ده ستودانس وده الفعل الرئيسي يأتي ظرف هو ده ماشي طيب يلا قبل الصفة الصفة تأتي بعد الظرف الظرف يأتي قبل الصفة هارت معناها صعب أو معناها شنو هارت معناها صعب أو معناها صالب أو معناها قاسي أو معناها بيجد ماشي يبقى يأتي ظرف ماشي معناها كثيرا صفة يأتي قبليها ظرف وينه الظرف صفة معناها مستحيل يأتي قبليها ظرف يأتي قبليها ظرف طيب يلا لحظ معي هون يأتي الظرف في نهاية جملة مكتملة نهاية جملة مكتملة ماشي في دولة الاثنين دول يبقى هختار ظرف في نهاية جملة مكتملة ماشي الهو كثير من مرضى السرطان هم هم دول كثير من انواع السرطانات هذا الفاعل وده كان فعل مساعد ده فعل وده شنه ده فاع جملة مكتملة يبقى عايز ظرف آخر حاجة في الجملة الهو ساكسيسفولي هنا عندي في نهاية جملة مكتملة في نهاية جملة مكتملة يلا لاحظ معي في نهاية جملة مكتملة وينس اكسسفولي أختار هذه هنا في نهاية جملة مكتملة أختار شنو؟ ماشي في نهاية جملة مكتملة ماشي ألاحظ هنا في الغالب أنك أنت ما حتلاقي موقع مناسب يعني ما حتلاقي حاجة يعني ممكن يجيك صفة هنا يكون في الآخر اسم عادي ولكن هنا ما في موقع بتاع اسم وبالتالي ما في موقع بتاع فعل وما في صفة بتجي بعد الفعل فبالتالي هذا الظري في نهاية جملة مكتملة طيب يلا لاحظ معي نجي بعد ذلك نشوف مواقع الفعل مواقع الفعل يلا لاحظ معي الفعل يأتي بعد الموديل بعد ويل وشال وكان ومية ومصد وشد وكود وود ومشتغطة ماشي بعد الموديل ده موديل طوالي نختار فعل ده اسم ده شنو ده صفة وده اسم نختار ده بعد مصد هنا موديل ماشي نختار اللي هو شنو كونو مايس دي دي صفة وده شنو ده اسم كونمي طيب ماشي دي مصد بدي فعل وين الفعل ده اس اي ده الفعل كان هل هو هازا شنو موديل نختار فعل وين الفعل اكسس دي لأنه دي صفة ولأنه دي اسم ده كان نختار فعل وين الفعل دي صفة وده شنو ظريف قده كان ماشي نختار بعد شنو ده ظريف ماليه وحساب ما تحسبه ده ماشي قلنا الظريف هو مكوم زيادة من زيادة مكونات الكلمة يبقى هنا ما في فعل لو كان في فعل كنت بضع بعضه صفة بس هنا ما في فعل كان هازي بتحتاج لفعل وراها وده ينتبه ليها بصورة كويسة ماشي يبقى هازا صفة وهاز شنو وهازا وهازا صفة وهاز شنو اي ار ده اسم ماشي يبقى عايز دي فعل طيب ويل يأتي بعدها شنو فعل اللي هو هيا ده كلها موضيل اللي بتحدس عنها ده كواليفاي طيب اي اف واي دي ماشي هازي صفة وهازا صفة وهازا اسم ويل تحتاج لشنو لاسم ساكسس قلنا ده ده حالة شازة اللي هو ساكسيد ده تبه ليها ماشي زكرتها في بداية الشرح شد ده شنو موضيل يحتاج لفعل وين الفعل ريلاي ماشي لانو ده شنو ده اسم وهازي صفة ماشي طيب كودينت يحتاج لشنو لصفة طيب يحتاج لشنو لفعل وين الفعل اللي هو كومبرهنسف ده اي في اي ده صفة ودي اسم يبقى ده ده الفعل ماشي طيب ده وود باختصارها عين لها مختصرة كده وود مختصرة كده عايزينها فعل اللي هو هاد فائز ده صحيحة ده صفة وهازا صفة وهازا اسم يلا باعدتو المصدرية طول المصدرية كله فعل ماشي باعدتو فعل وين فعل اتشاف باعدتو فعل طول مصدرية هيا ده با اي تي اي باعدتو فعل وين فعل ترانسليت با اي تي اي ده فعل باعدتو وين الفعل ماشي تكون حافظ نهاية الفعل اللي هو دي سكفر دي بالواي دي سين وبي اي بول دي صفة اي بقى ده دي سكفر معناته يكتشف ماشي ما دي سكفري دي سكفر تو هنا عايز منه وين اللي هو الفعل اللي هو ده دي سكفر هو ده نفس الفوق هنا تو وين وين الفعل عايز فعل ارجنايز اللي هو با اي س اي ده فعل تو عايز الفعل ترانسليت دي الصحيحة با اي تي اي ده الفعل تو وين الفعل ماشي اللي هو دي اي 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 دي صفة وهازي سيم وهازو صفة يبقى هازي هيا طيب يلا اللحظ لدي انتبه لها كويس لدي ماشي بعد انت في هازي في نمرة مية وثلاثين وفي وفي مية واربعين عايز اللي انت قبل الفراغ اللي هو قبل الفراغ تلاقي انت وما في اي موقع من المواقع هازي غالبا ما تكون انت دي معطوفة على شنو معطوفة على الفعل يبقى نضع فعل نضع فعل نتبه ليها انا عامل لك عليهم نجوم ماشي انت يعني معناها شنو ان يناقش قال الارتستس اللي هو اللي شنو الفنانين عادة يقابل يتقابلون ليناقشون الافكار وكمان شنو ويشنو وينتقدون اعمال بعضهم البعض ماشي اللي هو يبقى شنو هازي دي ان دي مهطوفة على شنو على الفعل ده يبقى هنا تودي لهذا وللفعل البعض ده ماشي طيب اللي هو كده الصايص دي ده صحيح ماشي معناها شنو absorb ده فعل وهذا يكون بعد وكمان فعل and ماشي produce دي الصحيح اللي هو ينتج دي صفة وهذا يسم وهذا صفة ماشي يلا لاحظ معي في did و didn't did و didn't did وضز و دو بالسؤال يأتي بعدهم فعل didn't وضز و don't في النفي يأتي بعدهم فعل في صيغة present symbol وال past symbol did did ماشي طوال فعل وين الفعل ماشي اللي هو impress دي دي صفة و دي اسم دي دل الفعل ماشي did does معناها عايز فعل وين الفعل اللي هو فعل produce دل الفعل ماشي اللي هو هزا صفة هزا صفة هزا اسم هنا عندي did didn't عايز did didn't عايز الفعل وين الفعل دل فعل سكسيد دة بستاذ تكون حافظيا طيب تاني الفعل يأتي بعد الاسم كفاعل did dod يأتي بعد الفاعل دة فاعل يأتي بعض فعل فاعل يأتي بعده فعل فاعل ده فاعل يأتي بعده اسم اللي هو سيل بريد ده صحيحة ده فاعل фاعل يأتي بعده فعل expect ده صحيحة ماشي i فاعل يأتي بعده الفعل معروف في ترتيب الجملة الفاعل والفعل والمفعل به I فاعل يأتي بعده فعل وينه فعل advice هذا هو ماشي دصفة دصفة ماشي ده اسم doctors ده فاعل يأتي بعده فعل اللي هو recommend لأنه ده اسم وده دصفة ماشي I ده ما بحسبه ما بحسبه لأنه أنا الصمع عندي فعل ما بحسب الظرف زيادة عن مكونات الجملة ماشي preced سيد ده هنا عندي ده فاعل ماشي اللي هو painters يبقى عايز الفعل وين الفعل produce ده صحيحة ماشي لأنه ده اسم وده صفة وهذا شنو product ده منتج خلي بالك منه منتج ده اسم وليس صفة ماشي طيب نمره 41 travel and tourism ده فعل ده ده فاعل فاعل كله كده فاعل بده فعل لأنه قال الخدمات وأغلبها لو شطبت دي الخدمات السفر والسياحة يبقى ده فاعل ماشي اللي هو dominant هذه في الفصلة التانية في الوحدة التاسعة في الوحدة التاسعة اللي هو في قطعة في قطعة مسترغاني ماشي ده صحيح اللي هو بيأتي عايز فعل كله هذا في الفصلة التانية كله هذا في الفصلة التانية اللي انت شايفه غريب هذا اللي هو عندي هذا كل شنو فاعل ده كله فاعل عايز فعل produce هذا هو اللي هو مجالات دولتنا ماشي أو حقول دولتنا تنتج شنو تنتج محاصيل رائعة ماشي اللي هو هذا في صدرات وواردات بلدنا وكده اللي هو فارماسيج جوردان فالي اللي هو المزارعون في وادي الأردن كله ده فاعل عايز فعل اللي هو فر التلايس هنا عندي زير ماشي يلا اللحظ معاي من هون عايز معاي الخمسة جمال دول جميل الخمسة جمال دول وردوا في الفين وثلاثة وعشرين لو أنا قلت رتبهم جوا حلق بطلقة كلهم شنو كلهم يعني وردوا في أماكن مختلفة ماشي اللي هو وردوا بطلقة مختلفة أنا ما مرتبهم حسب شنو مرتبهم حسب وردهم حسب السنوات اللي هو كلهم جوا في الفين وثلاثة وعشرين للفروع الأكاديمية والفروع المهنية ماشي جي للفين وخمسة مهني وأكاديمي يلا اللحظ معاي يلا نحلهم مع بعض ماشي بلا ترتيب ماشي يلا خليهم بلا سود هازي زير ماشي معنا بتحتاج شنو صفة ملكية بتحتاج اسم وين الاسم ده صفة ده صفة ده اسم بدياو ده ده فعل ماشي ده ده اللي أنا أحايزه ده في إجابة الفين وثلاثة وعشرين ماشي ده كله في الفين وثلاثة وعشرين طيب هنا عندهم لاحظ معاي R وفيرب سري وفيرب بين الفعل المساعد والفعليات الظرف وين الظرف اللي هو ده ده طيب نمرة هازي بين مغويات الكلمة هازي ياتي بعدها الصفة ولو أخذت من هون ده اسم ياتي قبل الصفة ففي كل الأحوال عايز الصفة بتنتهي بإيه بول لأنه ده فعل وهازي ظرف وهذا شنو ممري ده اسم طيب هنا عندي زاموست تفضيل ولو أخذت من هون تحتاج صفة بعد تفضيل ياتي شنو صفة ولو أخذت من هون ده اسم قبل الاسم تعطي صفة ففي كل الأحوال عايز الصفة ماشي هازي بتنتهي بشنو ساكسين دي ساكسسفول دي الصفة طيب اللي هو تسعة واربعين هز صفة ملكياتي بعدها اسم وين الاسم اللي هو دي ساكسس خلي بالك من هزا 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 الكلمة ماشي عشان هزي شازة كثير ده مظارف وده ده صفة وهزا شنو هزا فعل فعل ماشي حكيت عليها في البداية زا فعلس ان اوار كنتري اللي هو شنو حقولي اللي هو هزي زي هزي جاد في 2023 وكمان اللي هو جاد في شنو جاد في 2021 تشبهها كتير يعني هنا اوار كنتري سفيلت حقولي دولتنا وهنا زا فلس ان اوار كنتري الحقول في دولتنا اللي اتنين مع بعض ماشي هذا كله فعل ابقى بيحتاج لفعل ونفس الفعل تكرر نفس الفعل اللي هو كان تقريبا وينه هنا نفس الفعل نفس الفعل ماشي علشان كده بقول لك فيشنو في كلمات منكررة ماشي لغاية هنا طيب تاني فضل حاجة ماشي نمر 51 ال اي هنا بعد ما في اسم تحتاج لاسم اللي هو كواليفيكيشن هزي ماشي كواليفيكيشن لانه هذا الصفة ولانه هذا الصفة ولانه هذا فيرب ينتهي بIFY ماشي طيب لغاية هنا بيكون خلصنا المية واحد وخمسين سؤال ماشي انت تكبير تكون زهيتة ماشي مشان اللي حالي يعني مية وخمسين سؤال لاحظان حليتها بسرعة حليتها بسرعة بإمكاني أشرح لك بصورة أفضل من كده لكن هتأخذ ساعات وساعات ماشي هتأخذ ساعات كتيرة على شك كده حاولت أشرحي بسرعة بقدر لانه كان أفضل الشي أفضل من اللي شي فيأتمنى أنك أنت تكون ركزة معاي وفهمتها بصورة كويسة ان شاء الله ماشي ارجع للدرس أول حاجة أدرسه بصورة كويسة بعدها تعال شاهده هنا ماشي ان شاء الله إذا ألتغيكم بإذن الله في درس جديد اللي هو حل أسئلة وزراء من سنوات سابقة عن دروس الوحدة الرابعة اللي هو قطع مفردات الوحدة الرابعة نحن له إن شاء الله في الأسبوع القادم بعدها في أشياء كثيرة بنشتغل إن شاء الله مع بعض نكمل الدروس المشتركة وحل أسئلة وزارة عليهم كاملين بإذن الله إن شاء الله الدرس طويل وممل بعرف ولكن عادي تمنى أنكم أنت تكونوا فهمتوه بصورة كويسة اللي هو حل أسئلة وزارة الدرس نفسه تلاقوه في الغناء موجود شاهده أول ثم شاهد هذا الفيديو إن شاء الله إذا أعجبك الفيديو بعد هذا كله ضع لايك وإذا كنت مش مشترك اشترك ويريت إنك أنت تشارك الغناء مع شنو مع طلاب وزملاء أو زميلات مثلا على الفيس حتى ما يقدر أصل للطلاب المستهدفين اللي ما بيستطيعوا إن يشتروا بطاقات أو يروحوا مراكز أو حتى يجيبوا مدرسين خصوصيين هما المستهدفين في المقام الأول إنه يقدروا مجانا حسب اتهادهم يستطيعوا يجيب العلامة الكاملة بإذن الله ماشي إلى أن نلتغيكم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته